إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم الإسلام ثوابت ومنارات مع الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر المؤمنين وصلى الله وسلم وبارك على نبي الرحمة ونبي الملحمة وعلى آله وصحبه الغر الميامين أما بعد فيا أيها المستمعون الكرام إن منزلة القدس والأقصى في معتقد أهل الإسلام عظيمة وتذكير الأمة بواجبها نحو مسر نبينا صلى الله عليه وسلم مهمة جليلة نسأل الله تعالى أن يحرره عاجلا غير آجل بأيدي عباده المؤمنين وجنده المفلحين وفي هذه القضية المهمة ثوابت ومنطلقات ومنارات يجب على أهل الإسلام أن يعوها وأن يعلموها أبناءهم وأجيالهم جيلا بعد جيل حتى يأتي جيل النصر والتمكين أول ذلك أنه يعتقد المسلمون أن الإسلام العام هو دين أنبياء الله كافة وقد قال الله تعالى لنبيه إبراهيم عليه السلام أسلم قال أسلمت لرب العالمين وبالإسلام أوصى إبراهيم ويعقوب عليهم السلام فقال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أهل الإسلام يعتقدون أن رسالة الخاتمة هي الإسلام وقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أهل الإسلام يعتقدون أن المسجد الأقصى هو الواقع بالقدس الشريف من أرض فلسطين الداخلة في الأرض المباركة للكائنة في الجنوب الغربي لبلاد الشام وهي الأرض التي نجى الله إبراهيم ولوطا عليهم السلام إليها قال الله تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها فعقيدة المسلمين أن أرض الأقصى هي أشرف بقعة في الأرض بعد مكة والمدينة حرسهم الله تعالى يعتقد المسلمون أن الأقصى قبلة المسلمين الأولى فعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ويعتقدون أنه ثاني مسجد وضع في الأرض فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قال قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال أربعون سنة ثم أينما أدركتك الصلاة فصلي أو قال ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه وهذا حديث متفق عليه يعتقد المسلمون أن الأقصى مما يستحب السفر إلى زيارته وشد الرحال إليه لبركته ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى والحديث متفق عليه ويعتقدون أيضا أن الصلاة فيه يضاعف ثوابها كما يعتقدون أن الإسراء بنبينا صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في بعض ليلة حق وأنه صلى فيه صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماما ثم عرج به إلى السماوات العلا حيث انتهى إلى سدرة المنتهى صلوات ربي وسلامه عليه قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين والحديث أخرجه مسلم يعتقد المسلمون أيضا أن الرباط ببيت المقدس وحوله من أعظم الرباط في سبيل الله وفي الحديث وليوشكن أن لا يكون للرجل مثل شطن فراسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا أو قال خير من الدنيا وما فيها والحديث صحيح الإسناد وعن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك قال معاذ بن جبل وهم بالشأم أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما يعتقد المسلمون أن الإسلام هو هوية القدس وأن القدس جزء أصيل من هوية المسلمين وبانتقاص الأرض المباركة فإن العقيدة والشريعة والتاريخ والمواثيق تأمر باستعادتها عبر جهاد مشروع بل مفروض وقد تكرر وتقرر في محكمات دين المسلمين أن بلادا أسري إليها بنبيهم صلى الله عليه وآله وحكمها المسلمون منذ فتحها الفاروق عمر رضي الله عنه هي من بلاد المسلمين ولو غلب عليها الأعداء الغاصبون مدة من الزمان كما يعتقد المسلمون أنه لا حق لليهود المحاربين المغتصبين في فلسطين عامة ولا في القدس خاصة ولا في الأقصى مطلقا فقبل أن يدخلها اليهود نزلها الكنعانيون العرب وعاش فيها الشعب الفلسطيني من قبل ومن بعد وعلى مدار قرون متعاقبة من حكم الإسلام لبيت المقدس عاش يهود مع نصارى مع مسلمين فلم يظلم أحد أو يتعدى على حرمته فلما اغتصبه المعتدون عاثوا فيه فسادا فصار قتال المغتصبين حقا تثبته الشريعة الإلهية والمواثيق الدولية وفلسطين وبيت المقدس أرض إسلامية لا يملك أحد كائنا من كان أن يتنازل عن شبر منها دخلها اليهود يوم أن كتبها الله تعالى لهم حين كانوا على الإسلام فلما غيروا وبدلوا نزع الله تعالى منهم ذلك وجعلها لأهل الإسلام من بعدهم ولا يملك أحد كائنا من كان أن يتنازل عن شبر منها ومن فعل فقد خان أمانته وصنيعه هذا باطل مردود يبوء بخزيه في الدنيا والآخرة ولا يلزم الأمة في قليل ولا كثير قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يعتقد المسلمون أن ما يسمى بالتطبيع محرم شرعا بكل أشكاله لمناقضته أصول الإيمان وثوابت الشريعة ولما يتضمنه من التنازل عن الأرض والمقدسات وتصفية القضية الفلسطينية لحساب العدو وسابق إجماع المسلمين منعقدا حكاما وعلماء على حرمة موالاة أعداء الدين وبطلان أي تنازل عن أرض فلسطين وما فيها من مقدسات المسلمين قال الله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يعتقد المسلمون أيضا أن تسلط اليهود الساعين لهدم الأقصى على أهل الإسلام اليوم إنما هو بما كسبت أيدي المسلمين وبما وقع من ولاء المنافقين وأن الله عز وجل ابتلهم باحتلال شراثم اليهود للأقصى وأنهم طال الزمان أم قصر سيحررون مسجدهم ويقاتلون عدوهم وأن حصونهم وجدرهم ليست بمانعتهم من الله شيئا وأن أهل الإسلام سيسوؤون وجوه الصهاينة اليهود في آخر الأمر بدخول المسجد كما دخلوه أول مرة ويتبرون ما علوا تتبيرا قال الله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا يعتقد المسلمون أيضا أن الصراع مع اليهود المعتدين ممتد إلى قرب قيام الساعة وليس في هذا استنامة أو تقاعس عن واجب جهاد المغتصبين وإنما تجب مقارعتهم ويجب إخراجهم من الأقصى وبيت المقدس وإزالة دولتهم لأن قتالهم إنما هو بالأمر الشرعي الإلهي البات الجازم وهذا ما يمتثله المسلم في كل زمان ومكان بحسب قدرته واستطاعته والخطاب في هذا كما يتوجه إلى الأفراد والهيئات يتوجه كذلك إلى الدول والحكومات يعتقد المسلمون أنه لن تنقضي الدنيا ولن تقوم الساعة حتى تقع لليهود ذلة ومقتلة وحتى يحصل للمسلمين نصر وكرامة وفي الحديث لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود والحديث أخرجه مسلم وذلك وعد غير مكذوب قال ربنا جل في علاه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فاللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا حرر بأيدينا المسجد الأقصى وجعلنا أهلا للصلاة فيه وهو شامخ حر عزيز برحمتك وقوتك وقدرتك يا أكرم الأكرمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الإسلام ثوابت ومنارات مع الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم